موسيقى رابع أشهر المساجد بالعالة طرازه المعماري فريده متميز بجماله ولوحته الفوسيفسائي الجامع الأموي بدمشق أو جامع بني أمية الكبير من أجمل مساجد دمشق أكبره ويعتبر مقصد سياحي بسبب أهميته الدينية واحتواءه على قبر النبي يحيا بن زكريا وموضع رئس الحسين إضافة لكونه معبد تاريخي وكنيسة قبل ما يكون مسجد على زمن الوليد بن عبد الملك اللي يقال أنه أتى بالبنائين من الهند والفرس لبناء المسجد وانتهى شكله كاملا سنة 715 للميلاد ويقال أنه أمبراطور بيزنطا أمر بإرسال مئة فنان ومصمم معماري للمشاركة بتزيينه شكل المسجد مستوحى من واحد ثاني مبني بالمدينة المنورة ولكن يوجد لهذا الجامع أتلت مآدن الأولى تسمى قايت باي وهي أول مئدنة بنيت على الطراز المملوكي ومئدنة النبي عيسى أطول مآدن المسجد وبتبلغ 77 متر وآخر المآدن وأقدمها العروس وهي المئدنة الشمالية المطلة على رواق المسجد وسميت بالعروس بسبب لون حجارتها الأبيض اللامع واتميزت هاي المئدنة بإنها مربعة الشكل ويقال أنه كانت تستخدم سابقا كمنارة لدمشق ومنها انتقل شكل المآدن المربعة لشمال أفريقيا والأندلس تتميز عمارة المسجد الأموي بكونه أول مسجد ظهر فيه المحراب والحنية نتيجة طراز البناء اللي كان يشكل كنيسة يوحنى المعمدان سابقا ويوجد أيضا داخل صحن الجامع عموديند ورئس نحاسي مزخرف كانوا يستخدموا للإضاءة للجامع الأموي أيضا اتلت قباب أرضية وهي الخزنة اللي كان يحفظ فيها مال المسجد وقبة الوضوء وقبة الساعات يلي جعل منها مركز للتوقيت بالعهد العثماني وأربع محاريب هي الصحابة والخطيب والحنفية والحنابي أما واجهة الحرم فبتزيد المسجد فخامة ووقار وبتطلع على الفناء اللي بضم 25 باب خشبي تنفتح مباشرة على الحرم أما قبة النسر الموجودة فوق الحرم فهي أبرز الطرز المعمارية للمسجد وتعتبر من أهم إنجازات الوليد بن عبد الملك المعمارية وبتشبه رأس النسر والألواح الجانبية بتمثل الأجنحة المسجد على أرض الواقع بيشبه اللقطات هاي ولكن بهاءه وجماله بزيده وقار وبيدل على عظمة الفترة المعمارية اللي كانت واللي استمرت من لما كان معبد وأيضا جميع الحقب اللي مرت على المسجد وطورت عليك بناء لا سيما بعد الحرائق اللي انذلعت فيه على مر السنين ورغم كل اللي حصل بيبقى واحد من أفخم الطرز المعمارية وأشهر معالم مدينة دمشق التاريخي اشتركوا في القناة